يقول السائل أجلس مع صديقتي أو السائلة في بيتها لساعات لتسميع القرآن ولأن الجو حار أثناء التسميع أخلع جلباب يؤلبس لباس الصلاة لأنه يخفف عني شيئا من الحرارة هل هذا يدخل ضمن حديث رسول الله يوم امرأة خلعت سوباه في غير بيت زوجها فقد هتكت كل ست بينها وبين الله عز وجل أمن أن بيت صديقتي لا يوجد فيه رجال فيتسكن هي وأمها لا ينسحب عليك هذا هذا في حال ثبوت الخبر وإلا في الخبر فيه بعض النزاع كان على فرض ثبوته ليس عليك إثم إنما هذا منزل على من تفعل ذلك تأهبا للفاحشة أو استشرافا لها وذلك الذي ذكرت لي أن فاطمة بن قيس لما أمرها النبي أن تعتد قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ترجمة نانسي قنقر